حدست مشكلة بيني وبين أمي زوجي اللي حمتها يعني وتخصمنا وذهبت للاعتذار منها أربع مرات ولكنها رفضت طلبت أن أفعل لها أي شيء من مهام البيت تخصها وطلب مني زوجي أن أظل أعتذر لها وأعمل لها طلبتها حتى ترضى فرفضت لما ضاقت بها نفسي من رفضها ورسلت له فتوى أني ليس علي إثم فهاجراني وقال لي أنه ليس مجبر على العيش معي إما أن ترضى أمي عني أو ليس له علاقة به فهل علي إثم لرفضي لأني أشعر بالذل والإهانة وما حكم الدين في أمر زوجي هل يأثم وهل تأثم أمي زوجي برفضها الصلح وطبعا إحنا مأمورين شرعا إذا أحد طلب مننا الصلح والأمر كان فيه يسل كده أن إحنا نتصالح لكن هي المسألة بمقدار ما حدث إحنا من راعي أن هي ستة كبيرة أو ممكن الحدث ده ممكن يكون شيء كبير أو شيء فيه من أنواع المهانة عليها أنا رأيي أن قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بيقول لنا أن أنت لسه عندك فرصة أن أنت تحاولي تصلحي حماتك أنا متصور أن أنت أول ما هي قالت لك كلام كلام جرحك وكده رحتي سايباكي من موضوع الصلح ده بس للأسف الكلام ده ما كانش فيه رضا لزوجك وأنا دايماً بيقوله قاعدة ما بين الأزواج أن أقرب طريق لقلب جوزك هو أهله زي ما أقرب طريق لقلبك هو أهلك كذلك فالطرفين لازم يعرفوا أن الأهل هو أقرب طريق لقلب التاني طب وأنا بتقولي لي أنصحك بإيه أنصحك أن أنت تستمري في الاعتذار بس خلينا نقول أن الاعتذار ده محتاج أن احنا نقعد ونفكر هو إيه الحكاية هي الحكاية أن هي ما قبلك خالص وعايزة تطلقك من ابنها الكلام ده مش موجود في سؤال حضرتك ولا هي حاسة أن أنت عملت اعتذار أقل من حجم الإساءة اللي أسأتيها إليها يبقى أنت محتاجة تفهمي الأول هي فهمة التصرف اللي أنت عملتيه إزاي أنت طبعاً بتقولي طبعاً إيه اللي يخليني أحس بالمذلة والمهانة الحقيقة أنت بمتزليش نفسك أنت بتكرمي نفسك بأنك أنت بتصلح بيتك وبتحفظ على بيتك لأنه واضح أن زوجك هو كمان شايف اللي أنت عملتيه أكبر بكتير وشايف وعنده انطباع عن شخصية حضرتك فأنا مش قاصد بس أن أنت تصلح الحلاقة بينك وبين حماتك لكن أنا قاصد أن تخيري كمان صورتك عندي زوجك إذا كنت عايزة تستمر في الحياة الزوجية معاه وعشان كده أنا بقولك كده لازم ندفع بالتي هي أحسن فكان دايما كان مشايخنا حد من مشايخنا ودوت ورثه من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حد يراح عشان يصلح حده التاني ما طابش خطره يقوله إيه؟ يقوله استمر يقوله أنا عملت العليا هو اللي قاله لا كذبت وصدق الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعدوة كأنه ولي من حمي لو دفعت بالتي هي أحسن أكيد قلبه يتغير معنى من المعاني الراقية اللي إحنا محتاجين أن نحن نمشي بيها أنت بحتاجة ده بحتاجة أن أنت تصري على ده بتقولي طب أنت ليتر ضارب المهانة هي عشان هي كبيرة وعشان هي أمي زوجتي على فكرة أنا ممكن يعني ممكن أن تصرف تصرف ويعني أقولي بقى وتخرب البيت صح؟ عشان إيه؟ عشان حاجة كانت ممكن تعدي أنت نفسك ممكن تقولي ده حاجة كانت تفهى طب إذا ما كانتش تفهى وحاجة كانت قوية يبقى أنت أسأتي ليها في حاجة قوية ومن حقها أنها تزعل فبتسأليني أعمل إيه؟ استمري استمري تسمعاش في الاعتذار عشان بس نفسك الأمارة بالشوق ما تزودهاش على نفسك استمري في تطبيب خطرها استمري في تطبيب خطرها ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من من لم يوقع كبير أنا اعتبريها من توقيري الكبير مش أقولك زي من بعض الناس أقولك اتعاملي معاك زي أمك لا اعتبري أن أنت بتوقري مرأة كبيرة في السن وشوفي ربنا يفتح عليك إزاي وهيصلك أمرك وحياتك كلها حسن وخير وبرك ولعلها تكون سامة على الكلام ده وأنا بقول له إذا جات وردتك خليك من أهل الكرم وخليك من أهل اليوس وخليك من أهل حسن الأخلاق وتصافي لأن دوت يفتح عليك باب الخير كتير ده ليلة القدر كاننا عن عرفها واتشالت لما الناس اتشحنوا مع بعض فإلا حاصل فخفيت عنا تخيلوا كده أن احنا عارفين ليلة القدر بسبب أن الناس متنزعين لو عايزة يا حاجة تركي ليلة القدر يلا توكري على الله وسمحي مرات ابنك عشان ربنا سبحانه تعالى يجعلك سبب من أسباب خير وإصلاح ذات البين بين ابنك وزوجته وربنا إن شاء الله يكتب لك السواب العظيم في ذلك